عادوا مثقلين بأوجاعهم عندما اختاروا ذلك الطريقة الموصلة للحياة لكن عبر الموت في كثير من الأحيان بعد أن رفضوا الحياد عن معركة الوجود ضد الميليشيا مطالبهم أبسط مما تذكر حتى فقط يريدون حقهم الطبيعي بالعلاج ليس للرحة بل للعودة مجدداً للمتارس والمقاومة مرة أخرى في مدينة الجوف أولى محافظات الجمهورية مقاومة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح قبل أكثر من عام تقريباً عندما فتح الطريق أمام الميليشيا لتخطي العاصمة والسيطرة على المحافظات واحدة تلو الأخرى لم يبقى هؤلاء ساكنين في منازلهم بل خرجوا للدفاع عن أراضيهم محظوظونهم ربما للبقاء على قيد الحياة فالكثير مرفقائهم تواروا تحت الثرى ثماناً لحريتهم لكنهم حتى وإن عاشوا ما يزالون يعانون من الإهمال هنا يوجد العشرات من جرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين نفذوا وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم من قبل الجهات المختصة والجهات المختصة هنا يقصدون بها الحكومة الشرعية الذين قاتلوا في صفوفها لاستعادة الدولة واستعادتها يعيش الجرح ظروفاً صحيةً صعبة يطالبون فقط بالقليل من الاهتمام فهم كانوا مع الوطن عند ضياعه ويريدون أن تكون الحكومة معهم عند عجزهم ترجمة نانسي قنقر